بمسيرة نضالية عطيرة رحل عن عالمنا مؤخراً المناضل الكبير والقائد الوطني الرفيق نعيم عباس الأشهب أبو بشار أحد رواد الحركة الوطنية والشيوعية في فلسطين ومؤسسي حزب الشعب الفلسطيني وعضو المكتب السياسي الأسبق وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقد أقام حزب الشعب عائلة الراحل بيت عزاء في رام الله حضره رفاقه ومحبيه وموثلون عن القوى والفصائل الذين أثنوا على مواقفه الوطنية الصلبة أبو بشار كان رجل زاهد لم يسعى إلى المال لم يسعى إلى اقتناء السيارات الفارهة أو البيوت الباذخة إنما عاش حياة بسيطة عاش في بيوت مستأجرة عاش مغتربا منفيا قاسى هذه الويلات الغربة والنفي وعذابات السجون أيضا رحيل أبو بشار نعيم الأشب هذا القائد وهذا المناضل الكبير بالنسبة لنا وللعديد من أبناء شعبنا والحركة الوطنية يشكل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني والحركة الوطنية والقيم الوطنية والديمقراطية والإنسانية أيضا هذا المناضل ومنذ نعومة أظافره انخرطة قبل أن يكمل خمسة عشر عاما في النضال الوطني والنضال السياسي والنضال الاجتماعي دفاعا عن قضية الشعب الفلسطيني نعيم الأشهب من الرعيل المؤسس له بصماته الكبرى في الحركة في اليسار اليسار الفلسطيني وله تأثيره حتى على مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي له مكانته في مسيرة نضالنا الوطني الفلسطيني مسيرته الوطنية بفكره وبما ترك من آثار من بصمات من أدبيات من كتابات من وثائق تعتبر تراث ليسار على مستوى فلسطيني ككل رحل القائد الأشهب يوم السبت الموافق الواحد والعشرين من سبتمبر الجاري في العاصمة التشيكية براغ عن عمر نهزة خمسة وتسعين عاما بعد عقود طويلة حافلة بالنضال والتضحية والصمود كان خلالها متمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة ومدافعا صلبا عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والديمقراطية لجماهير شعبنا اعتقل عدة مرات اعتقل طبعا في الأردن عدة سنوات وكذلك الحال اعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي وعذب تعذيب شديد ثم تم ابعاده الى الخارج وامضى حياته في الخارج مناضلا في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية والحزب الشيوعي بشار بدأ حياته مبكرا قبل الـ 48 بدأ نضاله ضد الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت وثم الاسرائيلي تعرض الاعتقال والاختفاء لسنوات طويلة نتيجة لملاحقة الاحتلال لملاحقة المخابرات في ذلك الوقت لدرجة انه تزوجه مختفي يعني بدون اي مراسيم بشكل مموه كان عنده قدرة على الكتاب والابداع يعني ما يكرر الكلام السابق دائما مبدع يعني لا يحب التكرار الاخرين او يقلد الاخرين وصدر للرفيق الراحل عدد من الكتب وكان متمسكا بهوية حزب الشعب الفكرية وبرؤيته السياسية التي جسدتها نضالات الرفاق والرفيقات في كل اماكن تواجدهم التي تشتتت مع النكبة وفي كل ميادين ومحطات الكفاح الوطني دون ان تنحرف البوصل للحظة من اللحظات عن هدفهم النضالي والاجتماعي والديمقراطي